نروح لكريم أحمد من داخل معسكر الفريق في اسكندرية يطمننا على أخبار الفرقة ويحكي لنا على تفاصيل اليوم النهاردة قبل ساعات بسيطة من بداية المباراة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك طبعا زميل العزيز أحمد سمير تحياتي لك في البداية وتحياتي والشكرة أيضا كمان موصول جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي كنت بتكلم في بداية الحلقة كريم على فكرة المطاردة وأنه الأهلي مازال يبحث عن صدارة شرعية لصدارة جدوى للترتيب يطارد الزمالك وبيريمتز لكن كمان دخل في حساباتنا فكرة مطاردة سموحة لفريق فيوتشر على الدخول في المربع الدهبي بيفصل بينه وبين بعض ثلاث نقاط لصالح فيوتشر فبالتالي الدوافة موجودة النهاردة عن سموحة غير طبعا أنه سموحة من الفرقة اللي عودتنا أنها بتلعب مطشط كبيرة قدام الأهلي ووحدة من الفرقة اللي عندها كرة محترمة فإحنا على معاد مع صهرة يعني كروية إن شاء الله تكون مميزة وإن كنا نتمنى أنه الأهلي يحسمها طبعا لصالحه تكلمنا على أخبار معسكة الفريق في اسكندرية واستعداداته جدوى أو يعني جدوى الأعمال الفريق النهاردة ابتدى إزاي يوم ومش إزاي وتكلمنا على الساعتين اللي فضلين قبل المباراة يعني طبعا زي ما أنت بتقول زميلي أحمد هو النهاردة تحدي من التحديات القوية جدا للعيبة النادي الآلي والجهاز الفني في ظل التلاحم الكبير وضغط المباراة الرهيب الحقيقة لكل لعيبة النادي الآلي والجهاز الفني يعني بنلتمس العزر في كل مرة نأكد على هذا الأمر الجهاز الفني واللعبين لا الجهاز الفني بيقدر يعالج أخطاء ولا يعمل ريكافري ولا اللعبين بتقدر تريح ومطالب كمان لعيبة النادي الآلي في كل مباراة أداء كالعادة يكون بكل رجولة وبكل قوة ونتيجة تسعد كل جمهور النادي الآلي فإن شاء الله بإذن الله لنهاردة تزيم العيبة النادي الآلي معودانا بالإصرار الكبير والحماس الشديد جداً اللي شايفينه الكل عارف أهمية هذه المرحلة زميلي أحمد هذه نقطة مهمة جداً لكل العيبة للنادي الآلي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف المحيطة بفريقا للنادي الآلي لكن العيبة النادي الآلي عرف الأمور مش ازاي عرف أهمية المباراة عرف Sean بطولة الكأس لها حسابات عرف pessoal تدوري لها حسابات الأمور ممكن صعبة شوية طبعاً على التلاحم الكبير لعابة النادي الأهلي فيها المباراة لكن إن شاء الله بإذن الله يقدر الجهاز الفني مع الكابتن سامي أمصان الحقيقة اللي بيقوم بدور كبير جدا على مدار المباريات الماضية وإن شاء الله بإذن الله نهاردة كمان يعني إحنا مش هنقول ختمع مع الكابتن سامي أمصان وطبعا موجود مع الجهاز الفني لكن ختمع إن شاء الله نهاردة يكون للكابتن سامي أمصان جيد جدا كالإدارة الفنية الفريق النادي الأهلي وأيضا كمان مع العابة النادي الأهلي في حين الإعلان كل منتظر طبعاً عن الجهاز الفني الجديد المدير الفني الجديد كل الأمور دي طبعاً منتظرينها من مجلس إدارة النادي الأهلي لكن لو بنحط طبعاً كل جمهورنا في الأجواء وحالة اللعبين ومدى حالة التركيز الحالة المعنوية اللي كانت واضحة بشكل كبير جداً المرتفع الحقيقة من تدريب الأمس اللي كان جيد لعيبتل للنادي الأهلي حضور الكابتل محمود الخطيب أمر بيكون يعني مفرح لعيبتل للنادي الأهلي ورسالته بيكون مهمة جداً كابتن خطيب طالب كل اللعيبة التركيز فقط في المباراة أي أمور خارج الإطار أو خارج لعيبة النادي الأهلي أو خارج المستطيلة الأخدر لابد أن احنا نبعيدها تماماً ويكون تركزنا في المباراة وده الحقيقة اللي بيعمله لعيبة النادي الأهلي وبيعمله كابتن ساعة عبدالحفيز الجهاز الفني الفصل المهم جداً لأن الخبرات موجودة وهي دي المرحلة اللي بيبينه بتميز لعيبة النادي الأهلي احنا ببنأكد على القيمة الكبيرة لعيبة النادي الأهلي أن احنا عدد كبير من القمات والكبات المتواجدة تقدر أنها تتكلم وتخلق دوافع وتقدر أنها تحفز اللعيبة كلها ويمكن كمان بنشوف زياده بنشوف عدد كبير من اللعيبة فمتطمنين الحمد لله ثقة بحظر ده اللي احنا شايفينه مع لعيبة النادي الأهلي في كل مباراة بيكون وصق بنفسها بشكل كبير جداً لكن الحظر موجود لأن الدوافع موجودة على الفريق المنافس كل مباراة لأي فريق بيقابل النادي الأهلي هي مباراة بطولة الكل بيحاول سواء نفسه كلعبين أي مدير فني بيقابل النادي الأهلي بيحاول أنه يغلق مساحاته يعمل تكتلات فيمكن عشان كده لعيبة النادي الأهلي بتبزي المجهود كبير جداً مع الجهاز الفني الحلول التغييرات هتقدر تعمل إيه فيارب إن شاء الله النهاردة كابتن سيمق مصان يكون موفق في اختياره للتشكيل وأيضاً كمان يكون موفق فيها الإدارة الفنية من خارج الخطوط ولعبتنا يا رب إن شاء الله كالعادة من 90 ديئة من نار يا رب 11 راجل يكونوا متوجدين كالعادة في هذه المباراة يهدوا لعليم التوفيق إن شاء الله لو معنا نقدر أن نحن نحقق نتيجة هتساعد النادي الأهلي بشكل كبير جداً في بطولة الدور العام متوجدين زميلي أحمق كالعادة في مقار طبعاً اللقامة هنا في الأسكندرية خلاص يعني نقدر أقول لك لحظات بسيطة جداً وتبدأ المحاضرة الفنية الأخيرة لفريق النادي الأهلي قبل التوجه للستاذ الأسكندرية يمكن المحاضرة الجهزة طبعاً هي تكون 7 و 13 دقايق فقط لغيرها تكون المحاضرة على أن يتوجه لعابة النادي الأهلي وأيضاً كمان الجهاز الفني 7 ونص إلى استاذ الأسكندرية الاستاذ بيبعد 20 و 25 دقيقة نوصل إن شاء الله قبل المباراة العادة بساعة ونصف الأمور الحمد لله طيبة بشكل كبير جداً زميلي أحمد لكن زي ما أكدنا على الغيابات والإصابات اللي غايبة عن لعابة النادي الأهلي لابد أيضاً كمان إن احنا نقول إن في عدد كبير راجع طبعاً لي قائمة فريق النادي الأهلي ومنها إن شاء الله في التشكيل الأساسي يعني نقدر نقول النهاردة حمدي فتح جهز بكل قوة حسين الشحات أيمن أشرف علي لطفي محمد عبد المنعم اللي كان كان بعيد بشكل كبير جداً على المباراة الطمين عنهم في التدريبات الحمد لله الجدية موجودة وجهزين فنين وبدنياً خارج القائمة النهاردة الرباعي بدر بنون محمود متولي محمد محمود وعمر للسلية عمر للسلية مفهوش أي شيء عشان ممكن تفقى فيه اكتهادات كثيرة جداً عن عمر السلية هل مصاب الأمور دي لا الحمد لله عمر السلية مفهوش أي شيء لكن الضغط كبير احنا عندنا مباراة يوم اثنين ثم مباراة يوم خمسة مباراة يوم اثنين في بيترو جيت في كأس مصر ثم مباراة يوم خمسة في الجونة سفر إلى الجونة فيمكن روتيشا مهم جداً حيال الكابتن سامي ومصان والجهاز الفني وده اللي بيقوم وبيطبقه بشكل كبير يا رب إن شاء الله النهاردة يعني الأمور كلها يكون معانا الجمهور منتظرينه يكون خارج الفندو يعني وما بنيجي على طول السادة الأسكندرية ممكن جمهور النادي الأهلي بيقابل لعيبة بينادي عليهم بيحفزهم فمنتظرين إن شاء الله بإذن الله في خلال الساعة القادمة جمهور النادي الأهلي يكون متواجد سواء خارج الفندو وفي المدرجات إن شاء الله كدعم وصنة حقيقة الفريق النادي الأهلي في مباراة اليوم الأهلي واسموحة في الجولة 23 من بطولة الدورة إن شاء الله متفقلين جداً 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 وحقيقة كابتن سامي ومصان مش محتاج يثبت الحقيقة كفاءة هو أثبت الحقيقة جدارة كبيرة جداً وتعامل في ظل ظروف صعبة جداً واستثنائية جداً بمنتهى الزكاء الحقيقة وقدر يحقق أكتر من المطلوب منه محدش كان يقدر يرومه في ظل الظروف دي لو تعرض لقدر الله لخسارة أو لأكتر من تعادل لكن الحقيقة أثبت إنه جدير بثقة مجلس دورة النادي الأهلي اللي حطتها فيه طبعاً بعد رحيل مستر مسماني بشكرك شكراً جزيلاً زمنا العزيز كريم أحمد وبمناسبة كلام